السلام عليكم يا أم محمد أهلاً يا ستة الكل تفضلي لا إله إلا الله بيغلط في حضرتك والوالد؟ بيغلط فيكو ليه يا ستة الحجة؟ أكيد طبعاً أيما أنا بسأل حضرتك بيغلط ليه؟ إيه الصورة دي اللي بيغلط فيها؟ بيعمل إيه يعني؟ بيشتمنا نعم أيوة بيشتم ليه؟ بيطلع كده يشتمكو كده كل التصرف ده خاطئ لكن إيه السبب؟ هو أسر هو أسر جدا ها وما يشتمنا وإحنا ما نحبه جاو 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 أي أب وأم صحيح يحبوا أولادهم يعني مفيش خلاف في ذلك الأمر لكن أنتو ما حاولتوش ما حاولتوش يا ستة الحجة تاخدوا موقف كده منه؟ إحنا خادنا موقف عشان دي مش أول ماردة آه إيه الموقف اللي خدتوه؟ اللي إحنا مجافيه يعني هو إيه متزوج؟ هو متزوج مش متزوج؟ أيوة متزوج مع حيال ومجاعد معنا في البيت آه أيوة مجاعد معنا في البيت إحنا أسرة مجاعدين مع بعضنا كلنا هم طب وليه ما خلتوش في سكن لوحده؟ طب ما مش هنا لما نحبه جاو نعم مش لما نحبه جاو جاو آه مثلا إن أحبه على عين والراس يا ستة الحجة بس ما يقلش أدبه يعني آآ على عيننا وعلى راسنا المحبة اللي تؤدي إلى إساءة لابد صاحبها يتربى ولو عنده حتى مئة سنة يتربى دي مش هقوله عشان أنا بحبه هو واضح إنه تدلع في إلا أدبه على أبوه وعلى أمه ده كلام ينفع ده يا ستة الحجة؟ لا ما ينفعش انتو تخلوه يستقل في سكن اسمعين يا ستة الحجة ما ليش لغة العواطف؟ عشان أحيانا لغة العواطفة مش أحيانا كثيرا لو كانت لغة العاطفة اللي هي المشاعر اللي عند الإنسان يا ستة الحجة لو الإنسان محكمش عقله هو اللي حيتضر بسبب مشاعر صح ولا غلط؟ دايماً يغلط فينا وشنا ما نسامح على طول نسامح على طول عشان ولاد ما هو ملقاش حد يقوله اللي انت بتعمله ده غلط أيباً ما يغلط فينا وشنا ما نسامح على طول لا مفيش حاجة اسمها نسامح في الكلام ده ندعو له بالهداية ونربيه برضه مجراش حاجة أنا مرد أجب لازم نربيه نرجع نربيه تاني نربيه بقى ناخد مواقف حازمة منه لما يعودش في قلب البيت واكل وشارب معنا وعملي إلا أدبه علينا عشان هو عارف إن الأب والأم الوالد والوالدة اللي هم أهل كرم وأهل حسن ضيافة حيسمحوه إنما لما ينقطع يقول له أبوه وقومه أنا مش هكلمك إلى أن تكف عن إساءة الأدب مش عايز أقول يعني يبقى رجل متزوج وكبير ويبقى بالصفة دي ويقوم يتطول على أبيه وعلى أمه إيه يعني أحبه يعني أموت نفسي عشان بحبه ما الحب ده له يعني له حكمة والحب إلا العاطفة إلا امتقاد بالعقل يعني إذا ما فكرتش في التصرفات اللي بعملها واستعمل عقل يا ست الحجة هتعب نفسي إذا كنت في كل الأمور رحيما فالتقسه أحيانا على من ترحمه وصدق الشاعر في ذلك الإنسان لازم يبقى متزن في مشاعره مش ععدة أدي للأدام عاطفة عاطفة هم يوصل لمرحلة إنه مش حاسس مش يعني مش مستشعر بالعاطفة اللي أنا بديها له دايما بنقول إيه الأرض الأرض لو سأيناها زيادة تموت تغرأ برضو لو لم نأدينا منها تجف يبقى لكده هننتفع بيها ولا بالشدة الشديدة ننتفع بيها الوسط في كل الأمور مطلوب وجعلنا الله أمة وسط لعندنا إفراط ولعندنا تفريد وكل من ذهب إلى ناحية الإفراط أو ناحية التفريد ده منبوذ في شريعة الله فأنا المفترض إن أنا أعمل إيه يا ستة الحجة هو ينعزل يطلع تطلعوه كده وتمسكي قلبك ويطلع في عيشة تانية وتقولوله لما يبقى فيه احترام منك لأبيك وأمك وأنا أفضل يا ستة الحجة إنه يبقى في عيشة وإنتوا في عيشة حكاية الخلطة دي وإحنا أسرة متربطين بتعمل مشاكل حتى لو متربطين هكذا بني البشر فالفصل ده بيعمل التباعد ده بيعمل نوع من بقاء المواد إنما قاعدين بقى طول النهار والليل مع بعض تفاصيل بتدخل وتفاصيل بتحصل فبتأدي لمثل هذه المشاكل فيستقل فيه سكن ويعرف إن استقلاله في السكن عشان أنت كمان وأبوه الكريم مش في السن دي الواحد يخش عليه ابنه يتطول عليه ده محتاج يتربى يا ستة الحجة يتربى يبقى لازم أعمل موقف حازم عشان يصون لسانه ويحسب تصرفاته وأفعاله قبل ما يتكلم وقبل ما يتصرف إنما نعود ندي عاطفة كده ملهاش حد ولا حص وهي عاطفة خاطئة وليست عاطفة صحيحة لإن اللي بيحب ابنه صح يعمل يربيه صح ياخد منه مواقف صح عشان يوجهه صح لإن الإنسان يمشي كده هايم على وجه ويعمل اللي عايزه عشان أنا أبوه يا أمي مدلعيني بقى أطيح فأبوه يا أطيح فأمي يقعد أشتم فيهم عشان مش عاجبيني ده النبي اعتبر النظرة اللي حد النظر يعني بص بحدة نظر لأبيه أو لأمه بحدة النبي اعتبرها من العقوق وشفنا الحسن من علي يعني رضي الله تعالى عنهما وعن آل بيت النبي أجمعين وعلى صحابته الكرام وعلى الصالحين في كل زمان ومكان كان يخاف إيديه تسبأ أم في الصحفة في الإناء في الطعام يقول أخاف أن تسبق يد يدها إلى ما تشتهي فأكون قد عققتها أني لما الأم يعني قاعد الإنسان يأكل فمش عايز يحط إيديه قبل ما أمه تحط لربما يكون نفسها في شيء في الإناء يكون هو ياخده فيخاف أن ده يكون عقوق فسيب أمه تتناول الطعام هذا من الأدب ثم يبدأ تبدأ هي أولا وبعدها لأنه يخشى أن يقع في العقوق هي دي المعاني اللي نربي ولدنا عليها ستة الحج مش أقول السحنة بنحبه أوه حب إيه ده حب إيه ليوصل إن ده حبك ده حب مؤذي ما تزعليش مني ليه؟ لأنه لا يدفع بالإنسان الأمامي إلى رعاية ما عليه من واجبات أنا قمت بكل الحقوق الذي له عليه واجبات لازم يقوم بيها أنا في يوم الأيام ربيت واحتضنت وقويت وغذيت وسهرت وتعبت يعني الإكرام مطلوب وربنا سبحانه وتعالى أشار في كتابه لقضية الإكرام عند الكبر وإما يبلغن عندك الكبر يعني أن يخص هذه المرحلة العمرية من حياة الأب والأم هي إشارة بالغة في الأهمية إلى رعاية الوالدين عند هذه المرحلة من العمر وإلى تحمل الإنسان ما قد يخرج منهما أو من أحدهما دون الآخر من بعض الشطحات أو التصرفات الغير لائقة لأنها مرحلة عمرية بينتج عنها مثل هذه التصرفات تكون رحيم تكون ذليل تكون تحت رجليهم تقبل إيديهم تسلم عليهم وفي إلقاء السلام عليهم لك ثواب وصدق وصلة وبر في الإحسان إليهم في بدل الجهد لهما يعني ما تبقاش الحياة بهذه التفاهة إن إنسان يخش يشتم أبوه يشتم أمه وحضرتك بقلب الأم الرحيم أقول أصل إحنا بنحبه أنتوا كده هتفسدوا أكتر ما هو فسد لازم موقف حازم من هذا الابن ونسأل الله له الهداية تدعيله بالهداية وتصلحي وتصلحي في الشخصية لما يطرق فساد على ابني أو على بنتي لازم أصلح لازم يكون لي موقف إنما مش هسيبه يطيح كده هجي عليه مرحلة مش هيبقى عنده مش هيعتبر لأي قيمة في حياة زي ما هيطيح فيك وهيطيح في الخل وده لإني تساهلت الديت عاطفة مش محسوبة والعاطفة لابد أن تحسب ما تبقاش كده ترجمة نانسي قنقر